أول هذا الاتفاق عمل شق في الأحزاب السياسية التي كانت موجودة الاتحاد الديمقراطي الاتحاد الديمقراطي الأصلي مولانا تصرح تصريح مباشر وهو ما معه والآن هم يقولوا الاتحاد الديمقراطي موقع معنا أيضا حزب البعث طلع منهم أيضا المؤتمر الشعبي صرحوا بهيئة الشورى هم قالوا ليس جزء من هذا الاتفاق أنصار السنة كذلك الموجودين الآن من أطراف السلام أيضا الموجودين من أطراف السلام هم مؤمنين بالمناسبة تماما بأن هذا الاتفاق تحصل له مراجع وتحصل له تقويم هذا واحد الطرف الآخر أيضا هذا الاتفاق بالمناسبة أنا بفتكره هو قفزة للظلام وخصوصا من الجانب العسكري سواء كانوا أشق القوات الشعب المسلحة والدعم السريع أنا بفتكر هذا الاتفاق هو قفزة للظلام هذا الاتفاق لم يدعم من الشعب السوداني لماذا نحن نضمه لهذا الاتفاق الاندمام أنا بفتكر قصة الاندمام ذي ذاته بالمناسبة غير موفقة لماذا لا نكون أننا جزء جزء من هذا الاتفاق لماذا لا يكون كل الحزاب السياسية جزء من هذا الاتفاق ويناقش طيات هذا الاتفاق والملفات ترجمة نانسي قنقر شكرا